بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سيدي ممكن يكون الجليس عندك جليس بتحس معاه بإنك انت في راحة وفنة وتحب تقعد معاه طول الوقت وفي جليس تاني ما بتحبش تقعد معاه ولو ثاني واحدة في قصة بتتحكي إن في ملك إيه اللي حصل عارف إن فيه طعام بيحبه والطعام ده لذيذ قوي فحبي إيه اللي يحصل يأكل منه كتير 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 قبل ما ينفد في إيه اللي حصل ففضل يأكل 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 وكل ما يأكل يشعر بالجوع إلي هذا الطعام الطعام بعد كده عيختفي ففضل يأكل لغاية ما مات مات من إيه مات من كتر الأكل بس الأطباء اختلفوا بقى هو الشخص ده مات من الجوع ولا مات من الشبع الحقيقة إن العلماء في الآخر خالص اكتشفوا إنه مات من الجوع لإن آخر مرة كان رايح يشبع فيها كان جعان عشان عايز يأكل فكده اللي قتلوا هو الجوع وعلى فكرة الراجح عند أهل العلم من الأطباء وغيرهم إن الجوع ده شعور وعشان كده الحكمة بتقول إن الجوع قاتل إدمان الجوع قاتل يا عباد الله وأنا عايز أقول لكم إن أكتر حاجة بتفزعني في الفترة اللي إحنا فيها دي حاجتين أساسيتين واضحين أمامي أول حاجة حاجة ممكن نسميها التسور العاطفي يعني إيه التسور العاطفي تجد ناس كتيرة جعانين على صفحات السوشيال ميديا جعانين لإيه جعانين لعواطف جعانين لمشاعر وعاديين عشان يحصلوا ويحاولوا يشبعوا ويشبعوا هذا الجوع عاديين يسرخوا ويتسولوا العواطف من الناس سواء بالإشارة إن هم ناس مظلومين ناس حزانة ناس موجوعين ويتسولوا العواطف من الناس دي أقول الظاهرة الظاهرة التانية إن كتير قوي 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 حصل في حياة الناس كلام كتير عن الغدر حتى الأغاني بقت طفحة الكلام بقى طافح بالكلام عن الغدر والأسى والحزن وده بيعني إيه بقى بيعني إن الناس حسة بجوع شديد حسة بجوع شديد وبتدور على أي حاجة تسعدها وتشبعها وعشان كده الجوع يا سادة مهما الناس ملكت ومهما الناس كان في إيديها حاجات كتيرة لكن بيفضلوا حسين إن هم جعانين وعشان كده الكآبة الدفينة اللي في قلوب الناس والوجع والحزن مش راضي ينتهي على فكرة مهما حصل لنا ما نريد كلنا بنشتك الجوع الجوع للصديق الجوع لحنان الجوع الاحتواء الجوع لوفاء حتى الجوع لحد يسمع كلامنا ونسمع كلامه هو الجوع ده بيجي منين أنا أقول لكم إن فيه خمس حاجات هي اللي خلت فيه جوع أول حاجة يبدو إن إحنا تربينا على ثقافة الجوع لأن الأباء والأمهات لو اتخلوا عن أدوارهم بيصبح الأولاد حسين بالجوع وتربوا على الجوع على فكرة لما الطفل يطلب أمه وأبوه فما يجدهمش أو يجدهم رفضينه أو مش بازلين ما يجب عليهم من جهد من أجل القيام به على فكرة كده الولد ده هلقته تضطرب بربه عارفين ليه؟ لأن إزاي الولد ده وهو بيتعرف على ربنا بيتعرف على الكون كله من خلالي إزاي أنا أصف في ده ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعن وكلكم مسؤون عن رعياتي فالولد دلوقتي يتعرف على أن الكون ده الكون ده مش عطوف مش رحيم الكون ده ماله الكون ده قاسي فيشعر بعد كده ينتقل إلى أن خالق الكون ده في الرحمته وعشان كده لازم ببساطة خالص قبل ما تقول لابنك روح صلي شوف أنت قمت بدورك نحيته ولا لا لأن أنت لو قمت بدورك نحيته هو حس بالأمان أوسع بوابة للإيمان هو أن الإنسان يشعر بالأمان لو حسست ابنك بالأمان أنت مش محتاج تقول له قم صلي هو يقوم يصلي لأنه شاف رحمة الرحمن بيعنيه وتعرف على العالم اللي وخلقوا الله بالرحمة فبتبقى الحياة كلها مليانة رحمة فالتربية يا سادة اللي الناس ربوا بيها أولادهم هي تربية جوع